الله أكبر الله أكبر بعد أيام من القتال سيطر مقاتل المعارضة السورية أمسي بشكل كامل على مخيم اليارموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق مصادر بالمعارضة السورية ومصادر فلسطينية قالت أن المخيم كله بات تحت سيطرة الجيش السور الحر وأضفت المصادر ذاتها أن الاشتباكات توقفت وأن الباقين من جنود الجبهة الشعبية انسحبوا وانضموا للقوات الحكومية المحتشدة على المشارف الجنوبية للمخيم في هذه الأثناء استبعد نائب رئيس السوري فاروق الشرع انتصر النظام أو المعارضة في الصراع الدائر في سوريا وقال الشرع لصحفة الأخبار اللبنانية في مقابلة أجرية في دمشق أنه لا يمكن سواء لقوات الرئيس بشار الأسد أو مقاتل المعارضة الذين يسعون للإطاحة به الفوز في الحرب التي تدور حاليا على مشارف العاصمة السورية